على أهمية الموضوع بتاع البركاجات وانا حبيت خليهولك مش ما نحركوا لكش والله يبدلت نظرا لتطور الأوضاع ما نزمكش معناتا ما نزمكش ولكن توا نقرأ في الافتتاحية بتاع جريدة المغرب رسالة يوجهها رسالة خاصة يوجهها زياد كريشين إلى جوهر بن بارك تعرفوا اللي جوهر بن بارك قرر حسب شقيقته انه يخوذ إضراب الجوع إلى النهاية معناتا تعرف إلى النهاية ما هوش قاعد لا يشرب لا حد شيء معنتها تنجم في كل وقت وأموره الصحية تعكرت إلى أبعد درجة قريت الرسالة توا وقت اللي نحن نحكيه على الكورة وكانت رسالة مؤثرة جدا نقرأ لكم منها زوز مقتطفات على الأقل باش نفهم بشاعة ما يتعرض له جوهر بن بارك العزيز جوهر ما ان سمعت صيحة تفزع شقيقتك ورافيقتك دليلة مصدق بأنك تضيع بين يديها وأنك مصمم على الذهاب إلى النهاية في إضراب الجوع انتبني شعور غريب من مزيج هو مزيج من الألم والغبن والخوف لقد كنت محتاجا إلى صوت دليلة في المذياء حتى أقفها على حجم الكارثة وهولها فنحن البشر نحتاج دوما كذلك إلى منبه يخرجنا من سباتنا ويتحدث بعد زيادة كريشان على مراحل النظالية لجوهر بن بارك وعلى دراسته في الجامعة وعلى مواقفه السياسية ويقوله في الأخر ندعوكم أنكم تقرأوها لأستحية بتاع جارية المغرب اليوم أني أمني نفسها بأن نتحادث ونتحاور في وقت قريب وأعيدك أني سأنصت إليك وسأجتهد لتجاوز الاعتداد بذاتي لأتعلم منك ومن دروسي محنتك ومن صفائي سريرتك يا جوهر لم يحن بعد وقت الرحيل يا جوهر لم يحن بعد وقت الرحيل هي صيحة فزاعة الحقيقة نتمنى وإحنا كنا تحدثنا في الحلقات السابقة ونتمنى من كل المتداخلين التأثير على أقل على جوهر لإنهاء إضراب الجوهر نعرف حالة الغبن نعرف حالة الغضب نعرف حالة الأحساس بالضيم والظلم اللي تعرضونه برشا اليوم تواسع مع الأسف وخاصة أنه جوهر يرى أنه هو في حالة احتجاز قصري اليوم بعد مرور 14 شهر من إيقافه وأنه الملف حسب ما يعتقد الكثير هو ملف ما يحتاجش كل اللي صاير اليوم نتمنى ونتمنى وأنه يدخل العقلاء من أجل إثناء جوهر على المواصلة في إضراب الجوع لأنه لقدر الله سيكون تبعاته كارثية كارثية ليست على جوهر وعايل جوهر بل على الوضع العام وكل شيء نتمنى ونتمنى وأنه جوهر يقع يعلق إضراب الجوع إن شاء الله ناس قريبة من جوهر بن مبارك تقدر تقنوا على إيقاف إضراب إضراب الجوع على وحش هذه اللي قولناها دي ما يخلي دي سيكان يخلي تدايات صحية موش ولا بود حتى لو بعد يرجع ويبطل إلى إضراب هذه ويقعد يعاني منها لسنوات شاء الله تنزيح الغم على كل مظلوم إن شاء الله ربي يسبر عيلت الناس اللي فيقدتهم توا وربي كما قلت يعوض على كل مظلوم وجوهر بن مبارك نتمنى أنه يلتقط الرسالة هذية خطر ثمانيس تحبوا وتستنى فيه فما عيلتوا فما ولادوا فما إخواتوا فما أموا فما والدوا فما ناس اللي قريبتلوا برشا إلى جانب السجن الأخبار هذة يزيد يفجحوا معليه ووش بحث يغموش شوفوا فيه نتمنى الرسالة توسن ننهي معاك حتى تنفيذ